بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكو عرب عمر الدوني معاكو عربركاتشتمال دوتكم طبعا احنا النهاردة ان شاء الله هنبقى في الجزء الاخير من التمبلت بتاعنا او القالب بتاعنا معرب طبعا بصينا على ووردبريس بايزيك وازاي نعمل موقع تدوينات اخر تلسين اتكلمنا فيها معنا السي اساس وطبعا احنا كده خلصنا السي اساس بتاعنا للتابلت دي مفهاش قصدي للديسك توب دي خلصناها خلاص عايزين نبص النهاردة ازاي ان احنا نعمل الموقع بتاعنا روسبونسف او نخليه واخد لجميع الشاشات بتاعتنا من الديسك توب للتابلت للموبايل او الجوال هنحاول نبص النهاردة على السي اساس ميديا كويري الجزء او العنصر المهم اللي بنبدأ نغير منه ازاي الشاشات فعلا بتتغير وازاي الجزئي دي بتتغير طبعا احنا نتكلم على ميديا كويري طبعا مش هنخدش فيها جامد بس هيها مش هتبقى صعب او على فكرة هنتكلم عليها لان هنتكلم على الجزئي اللي احنا محتاجينها وبعد كده ان شاء الله في الدروس الجاية هنبدأ نبص على ميديا كويري كميديا كويري بس وقيل فرق بين الروسبونسف وقيل فرق بين الفلويد جريد على اساس ان هما الاثنين برضو فيهم اساس للشاشات بس كل واحدة فيهم لها اختصاص تاني طبعا احنا هنسيبنا بالموضوع ده خالص وهنروح نبص على الموقع بتاعنا طبعا الموقع بتاعنا احنا مدخلين في حاجات كتير قوي ان هو يدينا الامكانية ان هو يفضل ريسبونسف او جوه البراوزر او جوه الكدر المقاس اللي احنا ميدي هنا بالزبط يعني احنا لو دخلنا خالص هنلاقي مفيش ولا كلام ولا اي حاجة طلعت برا خالص بس هو كل حاجة في حاجات شكلها وحش فيه مش عارف ايه عايزين نبدأ نضبط الجزئية دي كلها طبعا الويد بتاعنا كله تسعمية وستين بكسل زي ما بدأنا هروح على الكود وعايزين بس نبص على حاجة طبعا نعمل كومنت هنا للميديا في رقمين او مقاسين مشهورين قوي 80% او اكتر من 80% الناس بتشتغل بهم او اي great system بيشتغل بي زي bootstrap او foundation او skeleton او معرفش في حاجات كتير قوي طلعت وفي ناس كتير قوي بتشتغل بهم اللي هم 768 بيكسل مش فاكر بيطلع هو الرقم او بيطلع بيكسل 2 بيكسل فوق او بينزل بيكسل 2 بيكسل تحت او قصدي 768 وال480 ده على اساس انه بيعمل target للموبايل وكده طبعا الرقمين دول من اهم الارقام اللي انت هتشوفها دايما للgrid بس احنا مش هنبص عليهم النهاردة لان احنا التامبريت بتاعنا او التامبريت بتاعنا او القالب بتاعنا احنا عاملينه على ادينا فاحنا عايزين نبص على حاجات معينة عايزين نعمل target لرقم معين مش لازم يبقى ال768 ومش لازم يبقى ال480 احنا عايزين رقم معين بحجمه معين من هنا عايز ابدأ اغير وهنا هتبقى النقطة بتاعتنا اللي احنا نتكلم فيها النهاردة ان شاء الله طبعا هارجع تاني للبراوزر وفي هنا اكستنشن او اضافة انا مزودها لكروم اسمها ميزورت ميزورت دي بيستعملها كتير قوي الويب ديزينر او الويب ديفولابور على الاساس ان مثلا الصورة دي حجمها ايه بدل ما نقول رايت كليك ونروح على السي اس اس ونشوف الحجم مش عارف ايه بتبقى بالنسبة لك سهلة او مثلا في باطم قدامك او زر عايز تجيب حجمه بالضبط فانت بدوس عليه عندك موقع فيه حتة فاضية فانت قلت طب الحتة الفاضية دي تبقى انها استفاد بيها وحط فيها اعلان وحط فيها ايه حان خالص فابدأ ابوس طيب ماشي انا عايز اعمل الصورة بتاعتها تبقى بالحجم ده فانا هاخد الحجم ده وابدأ اروح على الفوتوشوب وابدأ اعمل الدزان بتاعي وبعد كده لما اجطلع بتبقى الموضوع معه الصعب طبعا هنروح على كروم ويب ستور تاني ندوس على تاني وطبعا هننزل تحت وهندوس على اكستنشن وبعد كده هنقول هنا مزورد هتبقى مزورد بس هي الاضافة دي وبعد كده بتقول اد تو كروم زي ما انت شايف الاضافات التانية او الاكستنشن التاني وبعد كده بتلاقيها جانب اليوريل بتاعتك هنبدأ طبعا احنا بصينا هنبدأ نصغر بقى البروزر بتاعنا هنبدأ نصغر البروزر بتاعنا وهنيجى عند النقطة معنا ايوة انا عايز من اول الجزئية دي انا عايز اغير مثلا معرب اجيبها صغيرة شوية لانا طبعا كنا عاملين اتنين لوجو واحد كبير واحد صغير عايزين نبدأ نشيل الكبير لان احنا مش محتاجين او ممكن نصغر التانية اللي دي ما فعلش مشاكل دي برضو الحاجات دي انا سابعة لتخيلاتك انتا عايزين نغير اللوجو دوا من اللوجو كبير للوجو الصغير وفي نفس الوقت عشان ما نتعبش بعد كده في المقاسات عايزين نركز في نقطة معينة هناخد الكونتينر طبعا لان الديف ده اللي هو اللي واخد التدونات كلها كان اسمه الكونتينر عاملين له فلويت مدينو مقاس معين وعملين له فلويت رايت وبعد كده اخدنا الاسايد بتاعتنا عملنا له فلويت ليفت وبدأ ان نشتغل عليها عايزين نزبط من اول الحجم ده الجزئية بتاعتنا طبعا عشان نعمل تارجيت لاي لايية مقاس معين لازم نبتديها كده هنقول الات media only screen and وبعد كده هنفتح البرزيز بتاعتنا وهنا هنكتب max with وهنكتب هنا الوات بتاعنا اللي احنا عايزينه هنقول تمنمية وسبعين بكسل طبعا انا عملتها بالميزورت وبعد كده هنخش جوه وهنا جوه هتكتب السي اس اس بتاعتك عادي جدا ما فيهاش اي مشاكل هي بس الجزئيه اللي هي add media only and only screen and وبتكتب الرقم بتاعك طبعا انت ممكن تعمل max with و min with بس طبعا مش هنتكلم عليها الوقتي هنبدأ نخش جوه ونشوف احنا عايزين نشتغل على السي اس اس بتاعتنا زي من غير اي مشاكل خالص هناخد الكنتينر بتاعنا .container .container وهنعمل الكاما وهناخد هنا الاساس ان احنا عايزين نخش جوه ونقول لهم in max عايزينه برضو هيبقى 870 بيكسل وهنا طبعا لان احنا كنا عاملين لهم فلويد قبل كده فاحنا هنشيل فلويد خلص يبقى نخليه فلويد لان احنا طبعا مش عايزين فلويد هنطلع برا دي بس طبعا احنا لسه جوه الاد ميديا مش هينف هنطلع برا منها وهنقول هنا ال edge group وهناخد ال edge 3 tag بتاعتنا اللي هي .logo هنبدأ نلعب فيها براحتنا وهنقول background جديدة url img slash wb dash arab dash small dot png ونقول له بس هنا no repeat طبعا هو مش هتعملها repeat على ما اعتقد ممكن متعملاش repeat مش عارف بس على اساس ان احنا نبقى يعني بعيدة عن اي مشكلة هتحصل وبعد كده هنعمل هنا هنقول position بتاعها هنخليه هنا absolute على اساس ان احنا عايزين نحدد مكانها بالزبط وقدام قلنا absolute يبقى هنخش على top ونقول التوب بتاعنا هيبقى 40 pixel وهنا ال right طبعا دي حاجة براحتنا بقى ونقول هنا 60 pixel يبقى احنا قلنا لل browser بتاعنا اول ما هيجي الماس دوا ctrl s اول ما هيجي الماس دوا اعمل لي ال container كلهم يبقوا max width بتاعهم متعمليش اي fluid انا عايزين كلهم تحت بعد طبعا ممكن هنا نكتب display block لو انت عندك مشكلة بعد كده قدام في اي حاجة تانية وبعد كده قلنا ان احنا عايزين نغير اللوجو بتاعنا تعنا نروح نشوف احنا عملنا ايه هنعمل refresh طبعا هنا احنا عملنا ال refresh بتاعنا وهنطلع برا شوية وهنخش دوا واول ما هيجي عند الجزئي دي طبعا انا عارف انا غلط في ايه لانا طبعا مش عارف دايما انسى ال n مش عارف ليه ما بحبهاش تمام اه هنيجي هنا وهنيجي نعمل refresh تاني وهنا هنخش واحدة واحدة اول ما هيجي للمقاس بتاعنا هنلاقي معرب لوحدة صغرت دي صغرت تمام وهنا طبعا ال width بتاعنا خلاص بقى كله مية في المية يبقى احنا كده ما عندناش اي مشكلة طبعا ال sidebar بتاعتنا جيت تمام اعايزين بقى نبدأ نركز في معرب الوقت لان احنا لسه عايزين معرب كمان مرة هناخد لغاية هنا هو مثلا كده اول ما هيجي مثلا الجزئي دي ايوه معرب رجع هالي هنا هوا وبعد كده هنشيل معرب دي خالص يبقى هنقول هنخش هنا هوا هنقول ctrl c و ctrl v وهنقفل بتاعتنا وهنا هنغير الحجم طبعا احنا عرفنا ان احنا بنغير الحجم منين يبقى هنقول 919 وهنخش جوه بس قبل ما نخش جوه هناخد الجزئي دي كلها ctrl c وهننزل تحت وهنقول ctrl v وهنيجي بس عند ال right وهنخليها داش او من او ناقص 30 بيكسل يبقى احنا كده نقصناها هنقول ctrl s وهنروح بعد كده على البروزر بتاعنا وهنقول refresh كما احنا لسه مجناش بالزبط يبقى هنطلع كده ولما نيجي نخش ونوصل بالزبط هتلاقي معرب لوحدها نطط ورجعت للمقاس اللي احنا عايزينه لان احنا طبعا عاملين البوزيشن بتاعها none احنا نخش جوه دي طبعا زي ما قلنا ممكن ان انت تصغر title بتاعك عايز تجيب التائتل كده عايز تسيب معرب هنا ممكن تصغر معرب تاني دي حاجة براحتك انت بس انا من اول مقاس كده انا مش عايز معرب تاني انا خلاص تعبت من معرب وعايز اشيلها يبقى هروح هنا اهو وهقول control V وهخش على الرقم بتاعي وهقول ان انا عايز الرقم بتاعي يبقى 600 630 بيكسل وهخش جوه وهقول ال H group بتاعتي ال H3 tag dot logo اول ما هتيجي عند المقاس دوا يبقى احنا هنقول له display none مش عايزك خالص control S هنجي هنا نعمل refresh طبعا هي راحت لان طبعا احنا ندخلين في المقاس اول ما نطلع برا خالص هنجي ناخدها من الاول خالص كده معرب بنخش على معرب معرب دخلت صغرت اول ما بنخش جوه بنلاقي معرب بعدة بعد كده ما نوصل للمقاس المعين بتلاقي معرب راحت من هنا بقى هنبدأ نتكلم على style للموبايلات ان احنا عايزين نبدأ الموبايلات هنقول مثلا نخليها الحجم ده عايزين نبص على عايزين نقل بكل حاجة text align ونخلي كل حاجة center عايزين نشيل ال image بتاعتنا دي عايزين نشيل حاجات كتير ونبص عليها الاقراء المزيد عايزين نجيبها في النص كده وتبقى كل حاجة شكلها كويس هنخش هنا وهناخد المقاس دو وهنبص على اخر مقاس خالص ان احنا هنبدأ نتكلم عليه ونخلص فيه حاجات كتير قوي هنقول هنا control V وهنا وهنروح هنا ونقول عايزين 535 535 هو ده الرقم بتاعنا وهنبدأ نقول عايزين طبعا فيه div كبير هو الشاي الموقع كله فبدل ما نقعد نكتب لل ونكتب للكنتينر ومش عارف ايه كله نبقى نخدها كلها مرة واحدة وهنقول dot page وهنقول عايزين text هنخليه center تمام كده هنخش تحت كمان وهنقول هنا article image وهنقول عايزين display none لان احنا طبعا مش عايزينها خالص هنخش بعد كده على article a اللي هي dot more link اللي هي طبعا اقرأ المزيد وعايزين بس هنغير فيها ال padding على اساس ان يبقى كل حاجة شكلها حال وهنقول هنا عايزين خمسة بيكسل فوق وتحت وعايزين هنا 35 بيكسل يمين وشمال لا 35% قصدي يمين وشمال على اساس ان احنا بنكبرها ولما نيجي نسايف هنا اوه وهنيجي نروح ونعمل refresh طبعا كل حاجة جيت في النص زي ما انت شايف بتيجي عند النقطة معينة لعنى لو طلعنا برا كده سنة كل حاجة تمام وبعد كده هنا بتبقى كل حاجة جاية في النص كل حاجة جيت في النص ال image بتاعتنا راحت اقرأ المزيد كبرت وجيت في النص كل حاجة بقى شكلها حال كده الموقع بتاعنا الصفحة الرئاسية بتاعتنا خلصت ومحناش محتاجنا خالص لو دخلنا الوقت على التدوينات على اساس ان احنا نبص في حاجة غلط عندنا طبعا هنلاقي في حاجات غلط احنا الوقت جوا التدوينا وهنيجي ننزل تمام تمام هنيجي ننزل تحت هنلاقي التعليقات بتاعتنا فيها مشاكل كتير وعايسين نبدأ نحلها طبعا اول حل المشكلة لو انت مش هتعرف تحلها او لو انت ملكش مزاج ان انت تحلها عندك كذا اضافة الاضافة اللي احنا اتكلمنا عليها ديسكاس طبعا دي من الاضافات القوية جدا واخدها ريسبونسف برضو بتاخد معاك جميع مأسات الشاشات ممكن تعملها اد وخلاص يبقى الموضوع انتهى بس فيه ناس تانية تقولك لا انا عايز الجزء ادي زي ما هي عايزها اضاف التعليق الاسم البريد الالكتروني الموقع وهنا تكس اريا بتاعتي والارسال وانا عايز كل حاجة يبقى شكلها زي ما هي كده هو مش عايزة اغير فيها اي حاجة تمام هنقول F12 الاساس طبعا احنا بنتكلم في التعليقات دي احنا لو انتو كنتو فاكرين احنا دخلنا على single.php وكتبنا اللي هو التامبلت بتاعنا التامبلت بس ما كتبناش اي حاجة تاني وطبعا عايزين نعرف الوقتي الكلاص بتاعها هنيجي على علامة العدسة وهنجي ناخد الكلاص بتاعها كله برا لو دخلنا هنلاقي ده مش كلاس هنلاقيه id respond هنعمل double click وهناخد ctrl c وهناخد كده هو وهنطلع برا وطبعا احنا لسه في نفس المقاس لان هو ده المقاس بتاعنا اللي احنا هنبدأ نتكلم عليه ونقول هنا وطبعا انت مش لازم تكتب بس احنا بنكتبه وخلاص وهنقول الهاشمارك بتاعتها وهنقول هنا احنا عايزين text-align هنخلي write لان احنا طبعا عايزين write وبعد كده لما هنطلع برا خالص وهنقول هنا برضو الهاشمارك وطبعا 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 وهنا هنقول هنا text-align هنخليه center تاني تمام لو احنا عملنا control-s الوقتي وروحنا عملنا refresh هتلاقي هنا كل حاجة بقيت راجع تاني شكلها نضيف شكلها جميل الاسم البريد الالكتروني الموقع لو احنا صغرنا كده طبعا فيه غلطات كتيرة طبعا الاسم مش هنعرف نعمل فيه ايه طبعا هنا text-area بتاعتنا كبيرة قوي فيه طبعا عندنا حلول كتير ان احنا ممكن نصغر الاسم بتاعنا هنا هو في نفس المكان او نصغر ال input او ناخد الاسم وممكن نعمل لها value جوه على اساس ان هو يبقى الاسم هنا البريد الالكتروني الموقع وبعد كده اضف التعليق بتاعك او ال comments بتاعتك اللي انت عاستو تحطها احنا هنعملها كالتالي هنحاول ان احنا لو كبرت شوية كده صغيرة ما عايزين نكبر كمان على اساس نبص احنا هنعمل ايه طبعا احنا هنعمل ايه احنا هنحاول ان احنا نخلي فيه فرق بين كل input والتاني هنخلي فيه فرق شوية كده على اساس ان احنا هناخد الاسم هناخده كده هناخده كده ونحطه هنا هو في الجزئية دي على اساس يبقى كل input في فوقي الجزئية بتاعته واحنا في الموبايل يبقى هنقول هنا عايزين هنا text-area عايزين بس نشوف بس text-area بتاعتنا على اساس ان احنا نصغرها شوية هنقول الهاشمارك بتاعتها comment طبعا انا جبت ال id من firebug بتاعي وهنقول هنا max-width هيبقى 300 pixel طبعا اخر حاجة خلص للموبايلات على معطقة 300 pixel فاحنا هنخليها 300 pixel عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل المارجين بتاعنا هنخلي 15 pixel هيبقى فوق وتحت وطبعا 0 pixel يمين وشمال لان احنا مش عايزين ايه مسافات وهنقول هنا بردو مالبادنج هنخلي Zero تمام هنطلع بره دي وهننزل وهنقول عايزين ال Dev لو قلت Ctrl V لسه في response طب تمام هنقول هنا Form Input على اساس ان احنا عايزين ال Input بتاعنا اي Input بتاعنا هندي له margin طب هندي له 10 pixels تمام كده لو عملنا كنترول اس الوقتي ونروح نشوف احنا عملنا ايه وهنقول ريفرش طبعا هنا زي ما انت شوفت بقى في مسافة كفاية ان احنا ممكن ناخد الاسم هنا نحط هنا طبعا في نفس الوقت احنا هنحاول ان احنا نصغر الاسم شوية صغارين وطبعا هنا تكس اريا زي ما انت شايف اخدت المأس بتاعنا احنا ممكن لو صغرنا كده يبقى كده هي التكس اريا ممكن بعد كده لو انت عايز تصغر كمان سنة كمان دي تبقى حاجة براحتك انت هنحاول ان احنا نطلع كده السنة كمان لغاية مناخد كل حاجة وهنخش تاني على الستايل بتاعنا وهنقول هنا الديف هاش مارك ريسبوند وطبعا هنا هتبقى سمول لان هما كلهم سمول وهنقول ان احنا عايزين هنا الديف الفونت تبقى السايز عايزين وسبعين في المية سبعين في المية وهننزل تحت وعايزين اتين عايزين البوزيشن بتاعه طبعا نحن مش نعمله ابسلوت احنا نعمله الريلاتف لان احنا مش هنبعد بعيد قوي عن مكانه الاصلي فاحنا نخليه الريلاتف على اساس ان تبقى كل حاجة سهلة بدلا ما نعود نعمل نطلع للديف ونقوله انت ريلاتف وننزل تحت ونقوله ان انت هتبقى ابسلوت فاحنا نخليه كده على طول هنقول التوب عايزين نطلعه هيبقى مينس خمسة وعشرين بيكسل خمسة وعشرين بيكسل وهننزل تحت وهنقول هنا عايزين الليفت بتاعنا هيبقى ميتين بيكسل بس كده وهنقول كنترول اس وهنروح هنا وهنعمل ريفراش وطبعا هنا الاسم المطلوب البريد الالكتروني الموقع بتاعنا كل حاجة بقى تمام كده لو بصين هنلاقي ان احنا جايين في جزئية معينة وهنا طبعا الموقع بتاعنا بقى تمام فيه طبعا ان احنا مش عايزين يبقى كل حاجة كده هنبدأ ان نخش نشوف اد ميديا تاني دي انت بقى بقى بص عليها انت بقى غير فيها شوية حاجات على ما اعتقد هو الثيم يعتبر خالص انت ممكن لو دخلنا خالص خنقنا البروزر للاخر خالص لو بصنا هنا هتلاقي هنا اللين هايت ممكن تكبر شوية لان طبعا بين الكلام ممكن اللين هايت يكبر شوية هنا ممكن تنزل كل اللهم صلى على نبي القائمة كل واحدة الوحيدة يبقى يبقى display block وبعد كده بتعمل زي border bottom على اساس انت بتفرق كل حاجة فيه حاجة تاني لو طلعنا برا خالص بس خلاص احنا كده خلصنا الثيم بتاعنا والثيم بتاعنا خلص كله بصينا على حاجات كتير بصينا على wordpress بصينا على css بصينا على html5 بصينا على media query بصينا على حاجات كتير انا عارف ان كل الحاجات دي فيها حاجات كتير او في نفس الوقت في حاجات basic هنحاول ان احنا ان شاء الله المرات الجاية نبص على حاجات اكتر طبعا هتقول هو ده wordpress لا مش هو ده wordpress هو ده basic بتاع wordpress بس انت لو فهمت الجزئية دي هتفهم wordpress اكتر واحسن لان طبعا هي دي اساسيات wordpress لو ما فهمتش الاساسيات تبقى مش هتفهم الجزئية ان شاء الله اللي جاية بعد كده طبعا وهنحاول ان احنا نبص على حاجات كتير او هنبص على حاجات تانية بس مش عارف بقى هنسيبها بقى للمرات الجاية ان شاء الله اشوفكم المرة الجاية يلا سلام يا عربي